ينضم إلينا من موسكو مراسل الغد يوسف بيقر يوسف يعني بعد كلمة بوتين إلى أين وصلت الأمور؟ سينارا لما أسمع سؤالك بشكل واضح لكن البيانات الرسمية التي صدرت من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمكن الفهم منها بأن بوتين وبشكل مباشر صنف سلوك ما يسمى بطباخه السابق يفقيني بريكوجين القائد الحالي لمجموعة فاغنر بمثابة الطعنة في الظهر لروسيا للاتحادية وللجيش الروسي مؤكدا بأنه أصدر الأوامر لهيئات فاذ القانون في روسيا ولجنة مكافحة الإرهاب بضرورة التصدي للتمرد المسلح من طرف مجموعة فاغنر هذا التمرد المسلح الذي وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه سلوك يهدد الأمن الداخلي لروسيا الاتحادية مؤكدا بأن الرد الروسي سيكون قاسيا جدا وبأن الجيش الروسي وأجهزة الأمن الفيدرالية ولجنة مكافحة الإرهاب في روسيا ستقوم بتبني الإجراءات اللازمة لإعادة السيطرة إلى مقاطعة رستوف التي يسيطر عليها بشكل نسبي قائد مجموعة فاغنر يفقيني بريكوجين الذي سيطر على عدد من المنشآت الحكومية والعسكرية في مقاطعة رستوف بما فيها المطار العسكري في هذه المدينة لكن الأهم سنار بعد تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتأكيده بأن رد روسيا سيكون قاسيا نحن نتحدث عن مجموعة فاغنر التي تتكون من أكثر من 25 ألف مقاتل هم يسيطرون بشكل فعلي على عدد من المنشآت العسكرية في مقاطعة رستوف بما فيها المطار العسكري وعدد من المنشآت الحكومية الهامة في هذه المقاطعة كيف سيتعامل الجيش الروسي ولجنة مكافحة الإرهاب مع مجموعة فاغنر وقائد هذه المجموعة خاصة وأن الأخير أكد بأنه سيمضي في مصار ما وصفه بمصار تحقيق العدالة في روسيا بعد تلك الاتهامات التي كانها لكل من وزير الدفاع الروسي سيرجي شيكو وقائد الأركان الروسية فاليري غيراسيموف هل سيدخل الجيش الروسي في اشتباكات مسلحة مع حوالي 25 ألف مقاتل من مجموعة فاغنر بهدف استعادة السيطرة على مقاطعة رستوف والمنشآت الحكومية أم ستدخل الحكومة الروسية جهزة الأمن الفيدرالية وجهاز مكافحة الإرهاب في مفاوضات يبدو بأنها ستكون شاقة مع قائد مجموعة فاغنر يفقيني بريغوجين لماذا يصر بريغوجين على مقابلة وزير الدفاع ورئيس الأركان هل لديه خطة ما؟ هل لديه رغبة في التوصل إلى صفقة أو توفقات؟ سينار ما يفهم من نبرة قائد مجموعة فاغنر ومطالبه بالانفراد بوزير الدفاع الروسي سيرغيشيغو وقائد الأركان الروسية فاليري جراسيموف هو ليس اجتماع من أجل الوصول إلى لغة مشتركة بقدر ما هي فرصة ربما لتصفية الحسابات العالقة بين قائد مجموعة فاغنر ووزارة الدفاع الروسي خاصة وأن يفغيني بريغوجين اتهم بشكل مباشر الدفاع الروسي بأنها قامت بقصف القوات التابعة لمجموعة فاغنر وألحقت خسائر كبيرة في صفوف المقاتلين التابعين لمجموعة فاغنر نهيكا عن ما وصفه بريغوجين بالأخطاء الفادحة التي مورست من طرف وزارة الدفاع الروسي في مصار العملية العسكرية الخاصة هذه الأخطاء بحسب بريغوجين أدت إلى استعادة القوات الأوكرانية لعدد من الأماكن والقرى والمدن التي سهمت مجموعة فاغنر في فرض السيطرة عليها يبدو بأن الخلافات كبيرة بين مجموعة فاغنر والدفاع الروسي التي قامت بنشر بيانات دعت من خلالها المجموعات المسلحة تابعة لفاغنر بضرورة عدم الانصياع لتصريحات قائد مجموعة فاغنر التي وصفت بأنها سلوك إجرامي الهدف منه هو توجيه ضربات للجيش الروسي وإثارة البلبلة وعدم الاستقرار في الصفوف الداخلية لروسيا الاتحادية واضح جدا سينار أيضا من خلال الكلمة المتلفزة التي نشرها الكرامل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن بوتين فصل في الأمر وقرر دعم الجيش الروسي وأجهزة الاستخبارات الروسية للتصدي لما وصفه بوتين بالخيانة والطعنة في الظهر من طرف مجموعة فاغنر وقائدها يفغيني بريغوجين أين يوجد بريغوجين الآن يوسف يعني هل هو موجود وسط قواته أم محتجز أم متحفظ عليه أين يوجد في ساعة السابعة ونصف صباحا بتوقيت العاصمة الروسية موسكو نشر يفغيني بريغوجين فيديو يظهر فيه وهو في مقاطعة راستوف أنذاك قال بأنه وقواته يسيطرون على منشأة عسكرية وبأن العمل العسكري داخل هذه المنشأة يجري بشكل نظامي واعتيادي وبأن سيطرت قواته على أغلب المنشآت العسكرية في مقاطعة راستوف بما فيها المطارات العسكرية لن يؤثر على المصار العسكري للعملية العسكرية خاصة وأن بريغوجين نشر أيضا فيديو ظهر من خلاله وهو يتحدث مع نائب وزير الدفاع الروسي في مقاطعة راستوف ربما هذه الفيديوهات والمعلومات التي نشرها يفغيني بريغوجين تؤكد بأن الرجل يحظى بقوة كبيرة والقوات التابعة له تسيطر بشكل فعلي على أغلب المنشآت العسكرية الروسية في مقاطعة راستوف وزارة الدفاع الروسية وأجهزة الأمن الفيدرالي في روسيا الاتحادية تعرف جيدا مكان تواجد يفغيني بريغوجين ودخلت معه في اتصالات يمكن القول علىها بأنها غير مباشرة من خلال نشر مجموعة من البيانات والمطالب للقوات التابعة لمجموعة فاغنر بضرورة عدم الانصياع لمطالب بريغوجين هنا يوسف بحكم الإجراءات التي تحدث عنها بوتين بتفعيل مكافحة الإرهاب وإنفاذ القانون ما هو المنتظر لبريغوجين؟ هل ينتظر أن يحاكم بتهمة الإرهاب؟ بتهمة الخيانة؟ أم ماذا؟ لأن كل هذه المصطلحات استخدمت يعني طعنة في الضهر الخيانة مكافحة الإرهاب هناك السيناريوات مختلفة لكن الأبرز إما أن يخضع يفغيني بريغوجين لتعليمات وزارة الدفاع الروسية وجهاز الأمن الفيدرالي وبدرجة أولى للتصريحات الأخيرة التي أدل بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتينو التي أكد من خلالها عدم الخوض في الخلافات الشخصية والمطامع الشخصية في الوقت الذي تخوض فيه روسيا عملية عسكرية خاصة وتخوض فيه صراعاً مع الغرب موجه بدرجة أولى لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا الاتحادية هو الخيار الأنسب يبدو للجيش الروسي ولقاعد المجموعة يفغيني بريغوجين لكن الأخير في تصريحاته الأخيرة أكد بأنه يمضي قدماً في مصار وصفه بتحقيق العدالة وبمحاولة استرجاع القدرات العسكرية لروسيا الاتحادية السيناريو الثاني يمكن أن يدخل الجيش الروسي وجهاز الأمن الفيدرالي في مفاوضات قد تبدو أنها ستكون ماراثونية وشاقة مع قائد مجموعة فاغنر بهدف ثانيه عن سلوك وصف بشكل رسمي من الكريملين ومن الدفاع الروسيا بأنه طعن في الظهر وخيان لروسيا الاتحادية السيناريو الثالث وهو الأسوأ أن تدخل القوات الروسية النظامية في اجتباكات مسلحة مع مجموعة فاغنر وقائد هذه المجموعة الذي يمتلك أكثر من 25 ألف عسكري خاصة أولئك المرتزق ويمتلك أيضاً عدداً كبيراً من المعدات العسكرية الحديث خاصة تلك التي حازت عليها مجموعة فاغنر في إطار سيطرتها على مدينة بخموت واستيلائها على عدد كبير من المعدات العسكرية التي كان يستعملها الجيش الأوكراني في محاربته للجيش الروسي السيناريوهات مختلفة ومتنوعة لكن في الوقت الحالي استناداً لبيانات وزارة الدفاع الروسي يبدو بأن الجيش الروسي في الوقت الراهن اختار إمكانية التفاوض مع قائد مجموعة يفغيني بريغوشين هذا يتضح من خلال البيانات التي أدلت بها وزارة الدفاع الروسية والتي أشارت من خلالها إلى ضمان سلامة عدد كبير من مقاتلي مجموعة فاغنر في حال ما إذا رفضوا الأوامر التي أصدرها يفغيني بريغوشين وقرروا التواصل بشكل مباشر مع وزارة الدفاع الروسية وهيئات إنفاذ القانون لروسيا الاتحادية